بسم الله الرحمن الرحيم معكم معلمة شيماس سالم مدرس الوطن العربي عنا للصف الرابع مادة الحاسوب اليوم في درسنا رح نعمل عنا أداة إدراج الورد أرت زي ما إحنا شايفين عنا الورد أرت عنا هي عبارة عن نمط من الأشكال اللي بتعطي عنا جمالية للنصوص بنستخدمها لإضافة تأثيرات جمالية عنا على النصوص مثل عنا كلمة أحب وطني زي ما انتوا شايفين عنا أحب وطني مضيفلها زي الخيال أو الإضافات التأثيرات الموجودة عنا بيكون عنا إنعكاس للكلام الموجود عنا بداخلها بنيجي بنتطلع عنا على خطوات إدراج الورد أرت زي ما إحنا شايفين عنا أول خطوة بتكون عنا ضع المؤشر في المكان المراد إدراج الورد أرت فيه نلاحظ أن المكان اللي ندرج فيه اللي هو عند المؤشر بيكون على يمين الشاشة حددت أنا مكان ما بدي أدرج الورد أرت بيكون عنا على يمين الشاشة وشكل النابض بيكون عنا بالشكل الموجود عنا كما هو موجود في الشاشة المعينة أمامنا. منيجي تاني خطوة بتكون عنا يا رابع نضغط عنا على أداة إدراج من مجموعة نص اللي هي تيكست عنا من قائمة إدراج زي ما بيظهر عنا بالشاشة الموضحة أمامنا. هاد هو شكل الورد آرت الموجود عنا. وهاي المؤشر اللي أنا بدي أنزل عنا مكان النص المطلوب مني من خلاله. الخطوة اللي بعديها عنا يا رابع بتكون كالآتي. تظهر عنا قائمة فرعية يوجد بها أنماط الكتاب باستخدام عنا أداة الورد آت. نظهر عنا الشاشة الموجودة عنا. الشاشة الموجودة هاي تطلع عليها يا رابع بتلاقي عنا أنماط للكتاب والماطل الخطوط ممكن يكون فيها عنا على شكل مائل الكلمات ممكن يكون على شكل لولبي أو شكل منحدر أو على أحرف حسب عنا الأشكال الموجودة تالية أمامنا. نتطلع عنا بعديها يا رابع بتظهر عنا خم بكتابة النص في المربع الموجود في الصفحة عشان أنا أكتب النص اللي أنا المطلوب مني في عنا بتظهر لما نقويس عنا على الورد آت ونختار أي شيء من الأشكال الموجودة عنا السابقة بظهر عنا كلمة النص هنا. بتلاحظوا أنه عنا بكلمة النص هنا بحدد أنا نوع الخط وحجمه ممكن أضيف له تأثيرين اللي هن عملهن بولد غامق وإتاليك مائل مجرد ما أكتب النص بعطيه كبسة عنا على موافق تظهر عنا الشاشة الموجود فيها زي ما أنا كتبنا هنا كتبنا أنا طالب في رياض ومدارس الوطن العربي الشكل الظاهر أمامنا هو بيعطينا إنه إحنا عملنا وورد آت كامل متكامل رابع بنعرف عنا كلياتنا إنه الدرس هذا عملنا على عدة مراحل بالمرحل الأولى حبينا نتعرف عنا على الورد آت خطوات إدراجه فلازم أنت تتبع معنا في الأسبوع القادم المادة المتبقية الواجب بيكون عليك صفحة 82 على جهازنا الحاسوب وشكرا لكم ونحفظ تلخيصنا كامل متكامل زي ما رح ندرجو إحنا في صفحتنا على اليوتيوب يعطيكو العافية